اليوم هنتكلم عن وحدة مهمة جدا 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 لازم تكون الوحدة دي في اي زول او اي شخص يستخدم المجلس مانجر وحدة لازم تكون في الهاتف بتاعك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الليلة يا جماعة هنتكلم عن وحدة بتفك المشكلة بتاع تعليق الجهاز وكتب تنزل اضافات والجهاز بتاعك يقوم عليك هالوحدة دي هتحل ليك المشكلة دي وضحت الفكرة يعني الوحدة دي شنو ضرورية جدا بالنسبة للناس الهاتف بتاعهم بيعلق على الشعار عند اضافة اي وحدة عندها مشكلة مع الهاتف قبل ما نبدأ طبعا كالعادة لازم نحيي بعض المشتركين اول حاجة اخواننا كويس الناس اللي علقوا لينا كويس والناس اللي قالوا هلنا مؤلمين جدا كويس تحية ليكم وتحية لكل المتابعين كويس وكل المشتركين معانا في القناة كويس تحية لكم خاصة جدا 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 بعد ما حقينا المشتركين نضيل بعض المشتركين ان شاء الله كل مرة نحاول نضيف بعض المشتركين والتحية اللي لنا طبعا حنشوفوا الحاجة الوحدة بتاعتنا قبل ما نحن نمشي للمجلس مانجر ونضيف الوحدة نمشي الصفحة بتاعت المطور اول حاجة تمام كويس بعد ما اجينا هنا الوحدة او الصفحة بتاعت المطور هتجيك طبعا بالشكل ده عشان هتنزل منها الوحدة انا طبعا حقولت لك الصفحة لانو الوحدة بتتحدث كويس طبعا الوحدة اسمها put loop save او saver او saver او saver حسب الناس اللي بنتقوا الار ولا ما بنتقوا الار تمام اللي هو ده اسمها الوحدة هنا طاح اسمعي put loop saver كويس اللي هو ده اسمها اللي هو magic put loop saver كويس او saver كويس طبعا الوحدة دي بتشتغل من كم اول حشان نكون عارفين بتستغل يا جماعة من اصدار اندرويد 20.4 فما فوق يعني اللي اعلى يعني من 20.4 وانت طال عليه فوق لحد اخر اصدار عندنا كويس بعد كده هننزل تحت ركز معي هنا كاللحص عندك ذي واحد فاصلة اربعة اللي هو هالاصدار او البرجن واحد فاصلة اربعة طبعا هتضغل على العلامة دي كويس عشان ننزل الوحدة لكن قبل ما ننزل الوحدة طبعا لازم نترجم الصفحة كالعادة طبعا انت لو مستخدم جوجل كروب تضغط بالزاوية وتنزل الاسفل وتعمل ترجمة للعربية كويس عشان تعرف الحاصل شنو تمام كويس اول حاجة يقول لك حماية نظامك كويس من المشكلات اللي بتسببها اللي هو الوحدات المجلس كويس عشان ما يكون عندك تشفير او اي مشكلة تاني حاجة قال ليه المتطلبات اللي هو قال ليه مجلس اربعة اي سوري عشرين فاصلة اربعة كويس بتفلش الوحدة عادي كويس قال ليه قال ليه كلامنا اللي هو بحصل في مشكلة الاقلاع عند بعض الاجهزة كويس يعني حاجة يقول ليا البيانات المهم وهمي وواواوا كلام كتير ده ما احنا ما دايرن نوسي حاليا ممكن نتكلم عنه اللي هو ده الاصدار بتاعي تمام هو شكله كده بالانجليزي احنا دايرنه بالعربي نرجع بالانجليزي ونضغط تمام عشان اوديك لصفحة التنزيل طبعا تعمل نفس الخطوة دي عشان بعد الناس ما بعرفه كويس تنزل الاسفل كويس بيجيك بالشكل ده تضغط عليها بيديك تلاتة ملفات هتنزل الملف الاول اللي هو ده تضغط عليه كويس هيحمل ويديك شنو طوالي داوله طبعا نزلته عشان كده قام اللي هو واحد كنصل كويس لانه نصة منزلة نمشي بعد كده يا سيدي لي الماجيس مانيجر كويس تمام حتمشي طبعا في الاضافات تختار من الزاكرة تنزل كويس تشوف الوحدة بينها كويس اللي هو ماجيكس تضغط هنا تعمل صاح تعمل فتح اللي هو تثبيت كويس تسبت معاك طبعا قليه فشل لانه نسبتها كويس تتسبت معاك عادي كويس بعد كده بيديك على التشغيل تعمل اعادة بتاع التشغيل تمام كويس كويس ركز معي ناوكي تفتح في الماجيس مانيجر ايه بس نفتح الماجيس مانيجر حتى الجان الوحدة عنديه نسبتها ننزل الاسفل كويس هنذهلة ماجيس اللي هو فوت لوب كويس دي الوحدة بتاعتي قال ليه الوحدة دي بتحلي ليه المشكلة اللي هي عند تعليق الجهاز على الجعار كويس البحصة شنو عشان نوريك النقطة معاينة بعد ما تسبت الوحدة دي طبعا احنا لسن نوريك هتحلى المشكلة كيف؟ الوحدة دي بعد ما تسبتها والجهاز بداعك يقوم يعلق على الاجعار هتحلى الموضوطة كيف؟ هتقوم تدخل على الوضع الامن طبعا بعد ما تغلق الجهاز نهائيا الجهاز تغلق وتعمل ليه ويقاف تمام كويس تقوم تدخل على الوضع الامن طبعا الوضع الامن بيختلف من هاتف الى اخر في اهوادس تضغط زر الباور مع زر القائمة او زر الصوت المهم كم ضغطات معينة بيدخلك للوضع الامن يعني تعرف انت نوع جهازك اول حاجة سامسونج هواوي اه الالجي كويس اي حسب الشركة كيف بيدخل للوضع الامن كمام؟ وقت تقوم تدخل للوضع الامن كويس هنا كل الوحدات بتتعطل الوضع الامن طبعا كان من غير الروت بتدخله اذا مثلا انت سببت تطبيق وتطبيق عمل لك مشكلة في الجهاز بتدخل للوضع الامن عشان التطبيقات كلها بتجيب بيكون ما شغالة التطبيقات هلا انت نزلتها بيكون هي ما شغالة وبتوقف التطبيق تمسحه وترجع على الجهاز عادي اللي هو على التشغيل برجع معك عادي لكن لازم تعرف انك كيف تدخل للوضع الامن حسب نوع جهازك تكتب هالدخول للوضع الامن مثلا في هواتف سامسو في هواتف مثلا هواوي تشوف في الانترنت بعد ما تكفل الجهاز تضغط زر على سنه يوديك للوضع الامن لازم تعرف الحاجة دي لانها بتختلف من جهاز الى اخر او ممكن بعد كده نعمل فيديو ثاني انه كيف تدخل للوضع الامن حسب الهواتف ده السما موضوعا اذا بعد ما انت الوحدة دي سبتتها في الجهاز تمام بيقيت مسبت عندك عادي ما في اي مشكلة بتحتاج لها بتين وقت تقوم تنزل وحدة والوحدة دي تقوم تخلي الجهاز يعلق على الاشعار كويسة حتعمل شنو بعد كده حتقوم تكفل الجهاز وتحاول تدخل للوضع الامن عن طريقة ضغطة على الازرار بيضخلك الوضع الامن الجهاز بيفتع عادي وهنا بيكون الوحدات كلها اتجمدت او التطبيق كله اتجمد تعلمات اسمانية تدخد على التطبيق عادي وتمسح الوحدة هل عملت لك مشكلة وبعد كده تعمل اعادة تشغيل للجهاز بيطلع من الوضع الامن والوحدة بتكون اتمسحت ده الملخص كده ببساطة كويس طبعا بعد مرات في اجهزة البطارية بتاعتها ما بتطلع او مسلا الجهاز ما بيكفل كويس تحاول تعرف انه ركز معاي في النقطة دي انه الجهاز وكي تكون معلق كيف تعمل له ويعادة تشغيل طبعا بيختلف يعني مسلا هواتف سامسونج هالجهاز لو علق بالشكل ده انا بطلع من التعليق كيف بقوم بضغط على زر خفض الصوت وزر تشغيل المسافة بقى شوي بيعمل لك اعادة بتاع التشغيل وضحت الفكرة تمام كويس يلا وكي تقوم يعمل اعادة تشغيل قبال ما يظهر الاشعار يعني وكت اضفي الجهاز وقبال ما يظهر الاشعار تمام تعرف الازرار اللي يضغطوها بتاعت الدخول للوضع الامن تعرف ازرار ضغط الوضع الامن يعني تضغط يا تزر يا تزر حسب الهاتف بتاعك قبال الشعار ما يطلع لانه الشعار لو طلع بعض مرات ما بدخل معك للوضع الامن الا شنو تعملي على التشغيل تاني وتحامل قبال الشعار ما يطلع يعني الشاشة وقت تقس وضيت يطفي الجهاز طوالي بيسرعة تقوم تضغط على شنو الازرار بتاعت الوضع الامن عشان يدخلك للوضع الامن طبعا في ناس اول مرة اسمه بالوضع الامن طبعا عنده محتاج له حلقة كاملة ممكن نعمل حلقة الوضع الامن بشكل مبسط جدا هو تشغيل الجهاز بدون البرامج الانت نزلت تشغيل الجهاز بدون البرامج الانت نزلت وقت تشغل الوضع الامن بوقف اي تطبيق اي تطبيق كان عامل مشكلة في الجهاز بيقوم بجيف الجهاز بيكون شغال عادي بيكتبو لك هنا في الاسفل في المنطقة دي الوضع الامن او حسب الجهاز ممكن اكتبو لك في اي حتة تانية بيكتبو لك الوضع الامن لو قام لك طبعا طريقة الخروج من الوضع الامن انك تعمل اعادة بتاع تشغيل فقط في معظم الاجهزة يعني كده احنا شنو خلصنا كلامنا طبعا دي اهمة وحدة لازم تكون موجودة في هاتف اي زول او اي شخص تمام عنده مجلس منير عشان بتفكليك موضوع التعليق اذا حصل لك التعليق بتفكليك الوحدة دي المشكلة تحتاج طبعا كالعادة ما تنسوا يا جماعة الاشتراك في الغناء لان الاشتراك بيعمل لينا دعم في الغناء كويس والغناء بتاعتنا بتكبر وعائلة تكنولوجيا بتاقة اكبر واكبر كويس وكالعادة ما تنسى اللايك ولو الفيديو عجبك ممكن تحاول تنشر لينا في مواقع التواصل الاجتماعية بالذات يا جماعة الفيديو ده لان الفيديو ده مهم جدا جدا تعمل ليو شير في المواقع بتاعتك كويس عشان الناس تستفيد بالذات من الوحدة دي وفي الختام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة